وكنا بنقول انه امكانية انه تعود مرة تانية حماس الى داخل المنظمة ومن ثم تصبح المنظمة في عز قوتها لو صح التعبير كمتحدث اوحد عن الشعب الفلسطيني ومن ثم نذهب الى ان احنا الان نستطيع الجلوس للحديث على دولة فلسطينية موحدة على حدود 67 يعني هي الاخوة في حركة حماس كان لهم موقف مستمر من منظمة في التحرير هم معهم وهم داخل المنظمة وعندما تفاوض معهم حتى المرحوم الشهيد الرئيس يا سر عرفات كانوا يطلبوا طلبات فوق التعجيزية يعني بدهم مش عارف 80% ولا نص المجلس الوطني والتيش في اللجنة التنفيذية ويعني الى اخره ولكن طبعا وابتالي ما احد وفقهم لا حركة فتح ولا الفصائل الاخرى احنا طبعا نعتبر منظمة التحرير لمصر الشرعي الوحيد لشعب الفلسطيني سواء في اي مكان يتواجد فيه فلسطيني فالمسؤولة عنه منظمة التحرير وايضا الملف السياسي كله بيد منظمة التحرير وصاحبة الولاية على السلطة الوطنية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية يعني مرجعية وولاية السلطة في يد منظمة التحرير الفلسطينية الاخوة في حركة حماس وحركة الجهاد الاسلام ايضا هم خارج المنظمة واحنا تمنينا عليهم انهم يدخلوا منظمة التحرير فقعدوا يحطوا شروط وبالذات حركة حماس إصلاحات ومشلحات إلى آخرين الآن حتى يدخلوا منظمة التحرير يعني من حيث المبدأ لابد من أن تتم المصالحة رابطوا المصالحة كيف بدون يدخلوا منظمة التحرير طب بدأنا مصالحة لا ما هو البداية ما أنا بقول لك البداية كويسة نبدأ ولكن المهم نصل للنهاية لأنه صدقني يعني في خشية بأنه أنه الإخوة في حركة حماس كالعادة أنهم في أزمة وبالتالي بدهم كيف يخرجوا من هذه الأزمة ويعني إذا خرجوا من هذه الأزمة ممكن اتعود ريمة لعدتها القديمة